السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تعليق ناري من شبير على هجوم خالد الغندور عليه مهاجم الوداد يغني سطلانة الاهلي يرفض بن شرقي للمرة الثانية النصر السعودي يفتح خزائنه للتعاقد مع محمد الشناوي واضح كده صديق العزيز ان هي حلقة قوية بإذن الله فركز معايا علشان عندنا كلام كتير طيب طبعا انتو شفتوا لما كابتال خالد غندوري مبارح تكلم وقالك ان النادي الاهلي خلاص خلاص اوام عشور بخمسين مليون جنيه في السنة فطلع كابتال احمد شبير في تويتا صغيرة جدا الراجل ده مستو ان هو كلامه قليل ولكن فعال قالك يا راجل بجد خمسين مليون جنيه عرف سنة واحدة يا بلاش والمفروض بقى اننا نسد فراح كابتال خارد الغندور رد عليه في مقال تقريبا يعني قال له ايه قال له عندك حق يا كابتال لاعب تم شراءه بثلاثة مليون دولار كاش وتقادى راتب ما يوازي خمسمية الف دولار في نصف موسم وهيتم اعارضه لمدة موسم بنية البيع والطبيعي ان انا اكسف في بيعه او ارجع فلوسي بجانب راتب اللاعب السنوي في الموسم القادم والمفروض يتم اعارضه بألف دولار عشان نادي متلا دي طيب وابن حلال ولازم يخسر فلوسه اللي دفعها من ست شهور او دفعها من ست شهور وكمان لن يتم دفع المبلغ كاش الا بعد سنة لو تم تفعيل نية الشراء وطبيعي انك لا تصدق يا كابتن عشان حاجات كتير جدا يبقى لما اعيره لمدة عام هتدفع لنادي الدينماركي كام واللاعب كام في موسم الاعارة 10 مليون جنيب التقسيط كده انت مبسوط يا كابتن واخيرا العقل زينة وصحيح يا كابتن هو حضرتك اصبحت محامل اهلي ده كان رد خلد الغندور على كابتن احمد شبير كابتن احمد شبير رد رد بسيط جدا 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 والراجل ده جماعة بجد بجد بيعجبني اقوى في ردوده ردوده بتحس ان اللي قدامك من كاد ومتغاز وعلى اخره وانت ردد برد بسيط الراجل حتى صورته وهو بيتحك من غير اي تعليق على تويتر اللي هي الصورة اللي هي بتسبب كوارث دي بتجيب يعني الناس مشاكل يعني بجد الموضوع ده بيبقى انا ذات نفسي كزمالكاوي لما مثلا الاهلي مثلا بيلعب الزمالك ويكسب الزمالك بعدها لايك ابتن شو راحت الصورته وبيتحك قوي كده انا بتغاص انا بتدايق انا بقعد يا عم زبدي بحالي يا نقصة رد الرد البسيط ده خاد غندور يوسكوت لا رحكات التاني قالك الاهلي يتواصل مع النادي الدنماركي وعرض مليون وثلتمية وخمسين الف دولار اعارة سنة غير فلوس امام وبرمز دخل في الصورة وعرض على امام ضعف عرض الاهلي عن طريق وكيل مصطفى فاتحي سكت لها مسكتش قالك بمناسبة اعارة سنة بخمسين مليون جنيه واستغرب كابتن شو بير ومش مصدق رغم ان هو نفسه قال الاهلي هيتعور في سافيو في اتنين ونص مليون دولار في كام ماتش في السنة وكمان بيطالب بكم العقده في حالة الاستغناء عنه هو الجملة ما فهمتش ده تعجب ولا استعجاب ولا علامة استفهام ولا فولستوب ولا دي معلومة ولا ده سؤال يعني ما فهمتش ولكن انا عايز اقول لكم يا جماعة وكررتم بارح ان كابتن خالد الغندور في حالة صعبة جدا 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 من بعد فوز الاهلي التلاتة صفر من بعد عدم ايقاف كهرباء ومن بعد ان في كلام ان امام عشور رايح الموضوع بقى صعب ده الراجل يا جماعة كان لما الزمالك بيلعب كان بيخش يناه لكن الاهلي يلعب يوز انا عادهم انا مركز امام عشور رايح الموضوع بقى انا مركز يعني افضل اقول نفس الرسالة كل مرة حتى انتو زهقت والله من الرسالة دي يعني انا زهقت نفسي افضل اقولها كل مرة يمكن توصلوا في يوم الايام يا كابتن خليك في مشاكل نادي الزمالك وحاول تحل فيها حاول تواجه ادارتك بمشاكلها بدل من انت خايف تقولهم مشاكلهم ايه المهم مهاجم الوداد يغنصت الله انا بص دي بقى حاجة عجب العجاب يعني ارأي كابتن رقوف خليف عجب العجاب المهم المهاجم صنبو مهاجم نادي الوداد المغربي صاحبه نزله استوري على الانستجرام وهو بيودندن ويغني على اغنية سطرانة واضح كده ان ايام صنبو في الوداد بقت معدودة يا اما ممكن يكون الاهلي بيفوض صنبو نشوف يوم الايام صنبو بيلعب في الاهلي يا اما هيمشي يا اما هيرحل يا اما هو اخد باله يا اما هو مش بركز يا اما بيغيز حد في دارة الوداد ولكن اما انا مش هيعدي مش هيمر برور الكرام كده مش هيعدي يعني انا قريت الخبر مش شوفش الفيديو بصراحة عشان اكون صريح معك اتراف انا بكلم معك منتاز صراحة لكن دخلت اقريت الخبر ومواجه الوداد يغني سطرانة ومش عارف ايه بتاع ايه ده ينهار يسويح ومنيل ازاي فعشان اكون صريح معاك انا دخلت حتى على اكاونت بتاع صنبو ملاقيتش الفيديو اه دخلت على اكاونت واحد صاحبه ملاقيتش الفيديو ولكن الخبر منتشر انه هو كان نزله فيديو ممكن يكون مسحه انه بيغني على انغام سطلانة اه لو حد لقى الفيديو يا جماعة يبعتلي اللينك وانابع عشان نفرش نشوف القصة دي ماشي ولكن انا ما شفتش الفيديو بنفسي عشان ما كونش ظلم الراجل ما شفتوش لكن الخبر منتشر ومش لقيه فاتمنى يعني اللي يلاقي الفيديو يقوللي عليه او يعني يحطلي اللينك في ايه كومنت يا جدعان يا جدعان انا وقفت الفيديو انا بصور دلوقتي ودخلت عاد نعمل سيرش اكتر على صنبو يرقص على اغنيت سطلانة كنت يبقى يغني ملاقيتش لقيته فعلا بيورس على اغنيت سطلانة حطت السماعات في ودنه وعملوا له اووو سطلاتا! سطلاتا! ينار اسوح! ولابس تشير تاخدر كده عن رقم عشرة ده فعلا عمل كده الودة تنفى خلاص الودة تنفى وقاربت تاني خبر بقول لك شعب صحيفة المغربية بتقول ان صامبو بيصرح ان هو عايز يجي النادي الاهلي ففعلا الموضوع ده حصل كنت رس بقول لك ما حصلش دست بوز والله ورح تدورت لقيت لك الراجل قوسة ثلاثة عما يروس على قوسة ثلاثة من شوية خالص على الدنيا خارب الدنيا خالص عما يروس على قوسة ثلاثة في ودنه لانه ما نعاد بيشوي تقريبا حاجة زي كده الاهلي ارفض بن شرقي للمرة الثانية اشرف بن شرقي يعني الراجل المعروف في الوسط ان وكيل اشرف بن شرقي عرض اشرف بن شرقي على النادي الاهلي مرة واثنين والاهلي في المرتين رفضوا الاهلي شاف ان عنده حسين الشحات وانجليفت اساسي لسه مجدد معاه ومتميز جدا عنده احتياطر حسين الشحات احمد عبدالقادر موجود وفيه كلام ان محمد شريف هينضم كمان لقائمة الوينجليفت بعد يعني مكهودر حبي جربه في الوينجليفت وعدم اقتنعه بيه اوي كمهاجم فكده الاهلي مش يحتاج الوينجليفت تاني فللمرة التانية الكلام المتداول ان وكيل اشرف بن شرقي عرض اشرف بن شرقي على الاهلي والاهلي رفض للمرة التانية وكفاية بقى كابتن وكيل اشرف بن شرقي خلاص يعني الراجل ما هيقول لكم ايه تاني طف الاهلي طيب النصر السعودي يفتح خزائنه للتعاقد محمد الشناوي نادي النصر السعودي عايز ياسين بونو ياسين بونو بنسبة كبيرة مش حابب ان هو يسيب اشبلية فالنصر السعودي حطت حلين لحراسة مرمى ياما ياسين بونو ياما محمد الشناوي ياسين بونو بنسبة كبيرة رافض فالنصر السعودي بيحاول يتفاوض او بيحاول يعني ياخد الاول موافقة مبدئان محمد الشناوي او واكيل محمد الشناوي على انه هو عنده رغبة ولا ما عندوش تا لو عنده رغبة يجوا يتفاوضوا مع النادي الاهلي ولكن نادي الاهلي وكولر مش عايزين يفرطوا في محمد الشناوي ولكن نادي النصر غالبا بنسبة كبيرة هيحضر عرض مغري جدا الاهلي لن يرفضوا هنشوف العرض ده ونحاول نوصله من الصحف السعودية والصحف المصرية ونشوف ممكن يبقى كان بإذن الله وهل العرض ده هيبقى رسمي ولا لا وهنعرف بإذن الله التفاصيل أول بأول وهنكون إن شاء الله أول حد يبلغك ليه هنكون وليه هنعرف ما أنا واحد اللي شغال هكون واقوى هعرف إن شاء الله إذا ربنا أراد كان معاك أخوك وصديقك عمر عاطف من قناة صفحة صاحب الكورة دايما بإذن الله عندنا المعلومات الأكيدة بما يرضي الله يعني والله ربنا يعني الواحد بيحاول يجتهد قديه عشان يتأكد إن المعلومة صحة ولو مصح لازم أقولك أنا مش متأكد منها مش هعدفت عليك يعني ربنا يكرمنا ربه يسبتنا يعني كان معاك أخوك وصديقك تاني عمر عاطف في قناة صفحة صاحب الكورة شفك إن شاء الله فيديو جديد السلام عليكم